أم وبنتها شو حلوين؟ صح؟ خطأ خليني أحكي لكم شو قصة المسلسل The Act واللي هو قصة حقيقية صارت بأمريكا هاي اسمها ديدي وهاي اسمها جيبسي بنتها لا ديدي هاي صورتهم الحقيقية وهاي صورتهم بالمسلسل لسنوات ديدي رعت بنتها ودارت بالها عليها بنتها مصابة بضعف بالنظر السمع فقر الدم هشاشة بالعظام والشلل ونمو متأخر حتى إنها كانت تاكل من خلال أنبوبة بس سوائل وعشرت الأدوية والمطاعم الجمعيات الخيرية هناك اتبرعت لهم الجيران ساعدوهم والكل كان يدعمهم لهون الوضع واو أمها كانت معها بكل خطوة مقابلات وتلفزيون وإذاعات وغيره يا الله شو حنونة صح؟ برضو مش صح الأم اختلقت كل هاي الأمراض متخيلين؟ بنتها ما كان مالها ولا إشي انتو مستوعبين؟ بنتها عاشت 22 سنة بتفكر حالها عاجزة بس بالواقع ما كانت غير مصابة بسوسة بواحد من أسنانها والأم عمنات كل هاد لأنها بتخاف إنه جيبسي بس تكبر رح تتركها وتروح يا ساتر الأم كانت تخاف على جيبسي لدرجة إنه الدكتور لما يكشف على جيبسي بيجي يحكي لديدي يا ديدي بنتك وضعها تمام مالك أنت بتحط حالها ديدي بالسيارة وبتاخد جيبسي وبتروح على ولاية تانية وبتحبس بنتها بالبيت بيوم من الأيام اكتشفت جيبسي إنها بتقدر تمشي طبعاً كانت بتفكر حالها المسكينة إنه عمرها 15 سنة بس بالواقع عمرها كان 22 سنة وخلال هاي الفترة لما جيبسي اكتشفت الحقيقة صاحبت مع واحد أونلاين بالسر رتبوا لجريمة كبيرة شو هي؟ شو صار بجيبسي؟ شو صار بديدي؟ وشو صار بصاحب جيبسي؟ شو دخل المحاكم؟ ولاش القصة؟ فجرت المجتمع الأمريكي بمدينتها شو دخل الجارة؟ صاحبة جيبسي لهيك لتعرفوا كل هاي التفاصيل شوفوا المسلسل هو غريب ومزعج بس حلو للمشاهدة مسلسل أصير من 8 حلقات The Act دراما جريمة والصحائية 9-1-1 What's the emergency?